كمان هرب المشروع من الاستحقاقات المادية للوزارة ودي وانا في رأيي انه ده يعني كعب اخيل كعب اخيل في التعليم المصري موطة الضعف القاتلة التي تسقط وحشا معلمين المصريين يا استاذ ابراهيم افقر معلمي الارض مفيش معلم على سطح الارض بياخد في الشهر ما يعادل 50 دولار لا يوجد مدرس على وجه الارض يحصل على 50 دولار في الشهر 50 دولار دي الناس تتفوضى 50 دولار الناس تتفوضى عليها في نظم تعلماء في الساعة مش في اليوم في الساعة ولا 50 ولا 80 ولا 70 انما 50 دولار معلمين بيخدم تلت ما يحصل عليه افقر معلمي الارض في المكافأة السنوية فعلا طبعا طبعا يعني احنا المدرس اللي درسلي وانا في ابتدائي واعدادي وسنوي واهابوا اخافوا المدرس اللي كنا بنحكي ان تشوفوا تهرب منه مش علشان لا هو بلطاجي ولا هو بيضرب ولا هو كذا لانه كريم كريم بيقف قدامك بكرامة ويتعامل معك بكرامة فتخافه وتحترمه والمحافظ يحترمه وكل الناس يحترموه ويخافوا منه لانه كريم انما لما يكون ان ابتدت ابويا فضلوا بيبوسوا اديطه ويشوفوا الغات ما مات وانا ابويا كان مدرس وقلت خاف منه مرتين مرة لانه مدرس ومرة لانه ابويا وشايف مدرسيني انا المدرسيني بيتكلموا عنه ازاي وخايفين منه ازاي لا لا انا شفت يعني مدراء ومسؤولين وانواب برلمان وهم بيبوسوا ايد ابويا بل انه كان مدرس بتاعه لكن انت لما تطلع بقى وانت طالب وتلاقي المدرس سايق تك تك وعمال يتخانق مع البنت والولد والست والنشايل والجنيه ونص جنيه وبالشايل تقي بقى الحل ايه لما تطلع تلاقيه فارش فارشة عربيت فول على باب المدرسة وبيبيع سندوتشات فول وطعمي انا كنت مع المرحوم والبراشي الله يرحمه بالنقش اوضاع المعلمين وقال كده قال انا اسمي كذا 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 في مدرسة الفنية في ضميات وانا رجل براعي ضميري وازم اعمل بضمير وطول النهار بجر وراء العيال اللي في الطرقات واللي في بيرسل وبيتفرجوا على افلام اباحية او بيدخانوا او بتاع مدرس بيقول كذا واخد اسميهم واتصل بأولياء امورهم وهزاءهم واجبهم المدرسة لكن علشان اكل عيش بشتغل جرسون في كافيه في الولاد اللي اضربهم وهزاءهم بالنهار يجوه للكافيه بالليل ويقعدوا كل واحد حطت رجله على كرسي قدامه ويقولونه النبي والستاذ محمد اعمل لنا تعميرة كويسة ودعك المعسل كويس عشان نشوفك في البقشيش فقلت له طب ما هنتكلم ايه بقى يا استاذ صحيح بس طول الوقت المدرس المصري متأم بانه بيعمل دروس خصوصية وانه بتاع السناتر وانهم يعني وكأنه مدرسي مصر كلهم بالوراس بها مدرسين مصر قال لعددهم يعني احنا كان عندنا مليون وشوية بقى تسعمية ولا تونمية شوية ده المدرسين بس اصد دول الهيئة التعليمية يعني فيهم فيهم نزار ومدرين ومفتشين طبعا طبعا لكن كمان وعندنا عجز مرعب في عدد المدرسين المجلس الوطني ما تكلمش عن فكرة ان احنا ما عنداش مدرسين اساسا احنا عندنا ده حاجة في حاجات قلتها في جلسة اللي فاتد انه لازم رفع وصيط البنك الدولي عن التعليم المصري احنا عندنا ربعمائة الف معلم عجز ربعمائة الف الواحد كتبت كم مرة مين مسؤول عنده ضمير في البلد دي يقبل ان فيه ربعمائة الف فصل مش لاقي معلم يدخل لا مين ممكن يتحمل ربعمائة الف عجز في الشرطة او في الجيش لا طبعا مين ممكن يعني اشمعنا التعليم التعليم ربعمائة الف اتحمل لانه ابن البطة السوداء ولانه وانا قلت كده قلت ان احنا بنطالب باننا نحترم مجانية التعليم على الرغم من الخطاب الرسم السائد اللي بيقول ان مفيش حاجة بلاش وبالتالي تحول التعليم الى سلعة مدفوعة التمن وده اللي حصل بالمخالفة للدستور ايام الوزير طريق الشوق